اسمي الاب والابن الروح القدس اله الواحد امين كنت كلمتكم من اسبوعين تحت عنوان انا قد اتيت باسم ابي ودي الى الاية الالها ربنا يسوع المسيح في يوحنى خمسة تلاتة واربعين وحسيد داخلي اني لازم الموضوع ده نتكلم فيه باستفادة لان الرب يسوع المسيح في يوحنى سبعتاشر ستة قال انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني في العالم فما بيقول انا اتيت باسم ابي يقصد ان هو انا جيت حامل نفس الاسم لان زي ما لتلك المرة اللي فاتت يهوى ويشوع او يسوع في العبري نفس الكلمة يهوى يشوع يعني يهوى يخلص فالاب اعطى الابن نفس الاسم يهوى يخلص فاعتزازنا باسم الرب يسوع عشان ده هو اسمه الخاص وعشان هو ايدا اسم الاب السماوي وفي نفس الوقت جاه باسم الاب معنى انه جاه بقوة سلطان الاب لان الاب بحل فيه انا في الاب والاب فيه وحل فيه بملء الاهوت وعشان كده بيقول انا انا جيت باسم الاب يعني جيت بقوة سلطان الاب في فترة وجوده على الارض هو عرفنا اسم الاب قال انا ظهرت اسمك للناس ويحنى سبعتاشر ستة وعشرين عرفتهم اسمك وساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به ويكون انا فيهم يعني معرفة الاسم اسم الله بتبقى عشان يكون فيهم الحب الذي احببتني به يعني حب القابل الابن يكون فينا ويكون انا فيهم يبقى ربنا يسوع المسيح هو نفسه فينا مش مش عايز اتوسع في النقطة دي لكن عايز بس ارجع تاني لموضوع الاسم وبالاخص في النصوص العبرية فاللي هكلمكو عنه النهاردة هو اسم الله في النصوص العبرية طبعا هتقولي انا معرفش عبري لا انا مش هدخلك في متاهة اللغة لكن اقولك حاجة في منطقة البساطة وهتفهموها وتفرحوا بيها لما ربنا زهر لموسى في خروج تلاتة في العليقة زهر لي اه اه اعبر له عن مشاعره الابوية ناحية شعب اسرائيل قال له انا قد رأيت ما زالت شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من اجل موسخريهم انه علمت اوجاحهم فنزلت الانقذهم نزلت الانقذهم فكان بيعبر عن مشاعره الابوية وبعدين لما موسى بيسأله بيقول له طب انا لما تروح لشعب اسرائيل ويقولوا لي اللي ظهر لك اسمه ايه الاله اللي ظهر لك اسمه ايه الاله اللي ظهر لك اسمه ايه اذا قالوا لي ما اسمه فماذا اقول لهم فقال له اهيه الذي هي اهيه يعني اكون الذي اكون وبعدين قالوا تقول لشعب اسرائيل يا هو اله اباءكم اله ابراهيم اله اسحاق واله يعقوب ارسلني اليكم هذا اسمي الى الابد وهذا ذكري الى دور فدور فاسم الله اللي اظهره ربنا يسوع المسيح اللي بيقول له انا اظهرت اسمك للعالم هو الاسم اللي اعلنه الله الاب السماوي لموسى يهوى ونفس حياة ربنا يسوع المسيح وشخصيته كانت اعلانة عن هذا الاسم وبعدين قال له قالت روح لفرعون واتقول له اسرائيل ابن البكر اسرائيل ابن البكر اطلق ابني ليعبدني فبيتا ان تطلقه هانا اقتل اقتل ابنك البكر فهو الله قدم نفسه بصفته الاب او الاب لشعب اسرائيل عشان كده انا بحب اقول انه الاب السماوي اللي اتكلم عنه ربنا ينسوا عن المسيح هو يهوى اللي اتكلم عنه العهد القديم والذكر في العهد العهد القديم في النصوص العبرية يعوزنا الوقت ان اقول لكم طبعا شواهي كتيرة بتثبت هذا الموضوع لكن اقول لك حاجات بسرعة فمثلا في اخبار الايام الاولى صحيح 29 عشرة يقول بارك داود الرب امام كل الجماعة وقال مبارك انت ايها الرب اله اسرائيل ابينا من الازل و الى الابد وطبعا في العربي مش بين كلمة يهوى لكن في العبري مبارك انت ايها يهوى او يا يهوى كلمة الرب هنا اصلها يهوى فداود عارف ان يهوى هو الاب فقال مبارك انت ايها الرب اله اسرائيل ابينا انت ابونا من الازل و الى الابد اشعية نفس الحكاية 63-16 قال له انك انت ابونا انت يا رب ابونا برده لو رجعت الى العبري هتلاقيها انت يا يهوى ابونا انت يا يهوى ابونا فيه شواك كتيرة اقول منها بعض كده بسرعة يعني ارمية عشرة عشرة يقول اما الرب الاله فحق طبعا في العبري في العربي مش بين قوي المعنى لكن في العبري اما يهوى فهو الاله الحق فارمية 16-20 فارمية 16-21 يقولها انا اذا اعرفهم هذه المرة يدي وجبروتي فاعرفون ان اسمي يهوى ودي على فكرة مكتوبة في العربي بنفس الترجمة اللي انا قرتها في ارمية 16-21 برضو في عموس 9-6 يقوله الذي بنى في السماء واسس على الارض يهوى اسمه عموس 9-6 ومكتوبة بنفس الترجمة دي في الانجلي العربي اللي في ايدينا برضو في عموس 4-13 يقوله يهوى اله الجنود اسمه برضو بنفس الترجمة مكتوبة كده خوشعة 12-5 مكتوبة الرب اله الجنود يهوى اسمه في مزامير 83-18 يولي اعلموا ان اسمك يهوى واحدك العلي على كل الارض انا بس عايز انابه لحاجة مهمة جدا قبل ما استرسل في الموضوع يهوى اسماء كانت هناك جماعة يستخدم الاسم يقولولك ده الاسم الصح وده العبري هي الصحة وده الاسم الصح وده في العبري لكن يهوى اسم يقدموا العقيدة خطأ عقيدة خطأ فده اللي أنا بنبه لي يعني مش نخاف من الاسم ونقول أصل الجماعة دول بيستخدموا الاسم وما نقولهوش لا احنا بنحترم الاسم ونقدس هذا الاسم لأنه هو ده واحد كتاب المقدس بالروح القدس ولكن نبع حذرين انه مش كل الناس اللي تستخدم اسم الرب بيستخدمه صحيح لأنه فيه بيقول فيه أنبياء كذبة بيعتوا باسمي كذبين وحتى لو كانوا يخرجوا شغطين باسمي برضو أنبياء كذبة فنخلي بالنا ان احنا لما نتكلم عن اسم الله في النصوص العبرية احنا منقصص النصوص العبرية اللي هي محاب الروح القدس ولكن لا نوافق ابدا بأي حال من الأحوال على عقيدة أي حد خارج الكنيسة الارثوليكسية بيستخدم هذا الاسم يستخدم باطل كانوا بيكتبوا اسم يهوى وتستغرب ان اول واحد كتب اسم يهوى هو يهوى نفسه هو الله نفسه هو اللي كتب اسمه بصوابعه ودي مكتوبة فين لو انت روحت قرية الوسائل العشرة في خروج عشرين واحد سبعتاشر بيقول له أنا الرب إلهك الذي يخرجك من أرض مصر لا يكون لك إله أخر أمامي برضو في العبري أنا يهوى إلهك وبعدين لما بيقول له أنا الرب إلهك إله غيور في العبري أنا يهوى إلهك إله غيور ولما بيقول له لا تنطق باسم الرب باطلا في العبري لا تنطق باسم يهوى باطلا لما ربنا ادى الوصاية دي إلى آخره ثمان مرات ذكر اسمه يهوى في الوصاية العشرة لما ربنا ادى الوصاية دي لموسى الهالو سمحالو بالكلام بالنطق يعني وبعدين راح ادى له لو حي العهد مكتوبين بأصبع الله خروج واحدة ثلاثة ثمانتاشر يقول ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لو حي الشهادة لو حي حجر مكتوبين بأصبع الله مكتوبين بأصبع الله يعني السيد الرب الاله يهوى الآب السماوي كاتب بصبعه على لوحين الحجر دول طبعا مش بنتكلم على سبع حاجة مادية يعني لكن كتب بصاوي يعني هو كتب بنفسه بروحه القدوس طبعا على لوحي الحجر وناقش اسمه ناقش الوصاية بما فيها اسمه الالهي الاسم القدوس ناقشه على لوحي الحجر فأصبح قدام موسى في لوحي حجر كده مكتوب عليها الوصاية العشرة ومكتوب عليها اسم الله نفسه مكتوبين بصوابع الله نفسه بصوابع الله نفسه وحتى لما كسرها موسى لما غدب وربنا قال له اعمل لوحين تاني راح عمل لوحين تاني وكتب عليهم نفس الكلام مرة تانية كتب عليهم نفس الكلام مرة تانية في العبري بيكتب اسم يهوى بأربع حروف يود هي واو هي أربع حروف بسموها تتراجراماتون وبتكتب من اليمين للشمال زي العربي العبري والعربي من أصله واحد عشان كده تلاقي فيه تقارب كتير في حاجات كتيرة طريقة الكتابة من اليمين للشمال زي العربي زي كلمة يسوع يشوع يشوع في العبري يسوع في العربي فبتكتب بأربع حروف وكتبت في العهد القديم تقريباً 6,823 مرة 6,823 مرة مكتوبة كلمة يهوى في النص العبري طبعاً في العربي بدل ما يحطوا يهوى حطوا كلمة الرب حطوا كلمة الرب عشان كده يعني بقول لما تيجي تقرى المزامير وتلاقي كلمة الرب في المزامير أعرف أن معظم هذه الكلمات أصلها يهوى أصلها يهوى ففي العربي ترجموها بكلمة الرب معادة بعد الأماكن حوالي 14 مرة كتبوها زي ما هي الترجمات الإنجليزة كتبت بطورة مختلفة ما فيه شوقت أن أنا أذكرها دلوقتي العهد الجديد العهد الجديد فيه سبعين آية مقتبصة من العهد القديم والسبعين آية دي فيها اسم يهو فبرضو عايزة أقول إن اسم يهو في كتاب المقدس كله ولكن اختفى تحت الترجمات في الترجمة العربية اللي في إيديكم ودي يمكن مفاجأة لكسرين منكم إن الترجمة العربية احتفظت بإسم يهوى 14 مرة يعني أنت لما تروح البيت حاول تراجع التسجيل بتاع المحاضرة دي وادخل على الشواهد اللي هولك عليها يعني مثلا تكوين 22-14 يلدع إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرى حتى أنه يقال اليوم في جبل يهوى يرى يهوى يرى يعني يهوى يرى أو يهوى بروفايت أو يهوى يتشاف فيهوى كتبت في العربي يهوى زي ما هي لما ترجع للإنجلي اللي في إيدك اللي أنت بتستعمله تكوين 22-14 هتلاقي مكتوبة زي ما هي يهوى خروق 3-15 هكذا تقول لبنى إسرائيل يهوى إله أبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق والله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسم للأبد وهذا ذكر إلى دور فدور دي اللي أنا ذكرتها في البداية مكتوبة زي ما هي كده فاحتفظوا لنشكر ربنا لنما احتفظوا بالاسم زي ما هو خروق 3-15 خروق 6-3 يقول أما باسم يهوى لم أعرف عندهم برضو مكتوبة كده خروق 17-15 بنى موسى مسبحا ودع اسمه يهوى نسي برضو زي ما هي جدعون قضاه 6-24 بنى مسبح دعاه يهوى شلوم يهوى شلوم يعني الله سلام أو الرب سلام اللي بيقولها متنيح الأنبي مخايل قال لأنه نفسه كان دايما يقول لك يا رب سلام يا رب سلام هي متاخدة من هنا يا يهوى سلام يا يهوى شلوم مصمور 3-18 يعلموا أن اسمك يهوى وحدك العالي على كل الأرض مصمور 83-18 أشعية 12-2 هو ازل الله خلاص فأطمئن ولا ارتعب لأنه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا فيه كتير قوي عشان الوقت أقول للشواهد بس أرمية 16-21 أرمية 33-2 حسقيال 48-35 هوشعى 12-5 هوشعى 12-5 يقول لرب إله الجنود يهوى اسمه يهوى اسمه مكتوبة كده في العرب عموس 4-13 عموس 5-8 الترجمة العربية زي ما قلتلكم استبدلت كلمة يهوى بكلمة الرب لكن للأسف دي فيها مشكلة لأن كلمة الرب ممكن تعني يكون أصلها يهوى وممكن يكون أصلها السيد أو زي ما نقول مثلا رب البيت رب البيت ما هيش يهوى بتاع البيت هي مالك البيت أو السيد بتاع البيت فكلمة الرب في العربي اللي هتلاقيها في الإنجيل محتاجة نوع من التمييز هي أصلها إيه أصلها يهوى والأصلها السيد زي في المزمور لما بيقول قال الرب والربي الرب الأولانية أصلها يهوى والرب الثاني أصلها أدوني يعني قال الرب لسيدي بمعنى أن قال الآب لسيدي أو لربي أسوى عن المسيح اللي قال الآب للإبن فهم ما احتفظوش بالترجمة الزمهية إلا في الأربعتاشر موضع اللي قلتلكوا عليهم من شوي فيه في العبري كلمة مختصرة من اسم يهوى وهو كلمة ياه ياه عارف لما أنت تتعجب وكده بالعرب تتعجب تقول إيه ياه مش معنى ياه دي اللي خدوها للتعجب لأنه اسمه عجيب لأنه اسمه عجيب فبرضه أشكر أبنا أنه في العرب احتفظوا بنفس الكلمة دي في بعض المواضع أعتقد في أربع مواضع أو حاجة كده فمسلا مزمور تمانية وستين أربعة غنوا لله رنموا لإسمه أعدوا طريقة للراكب في القفار بإسمه ياه واهتفوا أمامه ارجع لإنجيلة كده هتلاقي مكتوبة زمانة بقارها كده مزمور تمانية وستين أربعة الحاجة لم تأخذوش بالكم منها إن احنا بنردد اسم الله المختصر ده ياه كتير قوي في الكنيسة بس لم تأخذوش بالكم إن احنا بنرددها وكلنا بنحب الاسم ده والترنيم له لما بنقول هليلو ياه هليلو ياه هليلو ياه دي كلمة عبرية ونشكر رباننا ونخلوها في العرب زي ما هي هليلو ياه هليل يعني تزبيح أو ترنيم ياه هليلو ياه لو ياه يعني ل لما نمس هليل لرب اللي هو اللام دي بتاعت الجره المجرور هليلو ياه يعني هليلو ليه هليلو ليه واستخدمه في آخرة ياه اللي هي يه يعني في الإنجليز يقولك بريز دا لورد في العرب يقولك سبحوا الرب سبحوا الرب لكن هي حليلو ياه يعني حليل أو تسبيح أو تمجيد ليهو في المزمور 113 سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب ومبارك ما الآن للأبد من مشرق الشمس المغرب اسم الرب ومسبح هنا في العربي مكتوب الرب كنت تتمنى إنهم يكتبوها يهو ليه لأنه سبحوا يا عبيد يهوى سبحوا اسم يهوى ليكن اسم يهوى مبارك ما الآن والأبد من مشرق الشمس المغرب اسم يهوى مسبح هذه أصلاف العبري وجد في سفر رؤية هليلو يا في رؤية 19 واحد بعد هذا سمعت صوتا عظيم المجامع كثير في السماء قائلا هليلو يا الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا أعتقد في في رؤية 19 أعتقد أن هليلو يا مذكورة أربع مرات أربع مرات وإحنا كل أداس كل أداس نشكر الله على كده إن كل أداس في التوزيع بنقول مزهور 150 ونقول فيه هليلو يا هليلو يا وفيه الحن كثير هليلو يا أخي هذا هو اليوم الذي صنعه الرب هليلو يا فيه بابي فيه الحن كثير فيه كلمة هليلو يا وفيه في الاسم صلاة الاسم برضو كلمة هليلو يا وبحب أنا في كتير من الاسم أقول هليلو يا لأن ده هو وقت التهليل والتسبيح للرب إلهنا اللي أعطانا جسد ودم ابن الوحيد ربنا يسوع المسيح المسبح وكلمة يا جاءت برضو في الترجمة العربية اللي في قدينا أكتر من مرة هقولك مثلا مثالك كده برضو لما ترجعوا البيوت راجع الوعظة مرة تانية وطلع الآيات اللي أقول لك عليها أشعية نشر اتنين يقول هوز الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب لأن يا يهو قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا لأن يا يهو قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا أنا مش بترجم هي مكتوبة كده في الإنجلي اللي في قدينا أشعية نشر اتنين في أشعية ستة وعشرين أربعة يقول توكلوا على الرب إلى الأبد لأن في يا الرب صخر الظهور دي مكتوبة كده في الترجمة العربية توكلوا على الرب إلى الأبد لأن في يا الرب صخر الظهور لكن لو إحنا بقى حبينا نترجمها بدقة أكتر بالعربية تبقى توكلوا على يهو إلى الأبد لأن في يا يا هو صخر الظهور ليه أنا بقول لكم كلام ده لأن اسم الله قدوس واسم الله له مجد وكرامة وعشان نفهم برضو نعتز أكتر باسم ربا يسوع المسيح لأن اسم يسوع برضو هو اسم الخلاص ونبقى فهمين الترجمات ماشية زي طبعا مش بنقلل من شأن الترجمة العربية أو أي ترجمة كلهم عملوا مجهود ضخم وجبار في حدود الإمكانيات اللي كانت معهم في الوقت ده ما كانش فيه كمبيوتر ما كانش فيه صوفت وير عشان يقدروا يعملوا سيرش أو حاجة زي كده وما كانش المخطوطات اكتشفت زي ما كانش مخطوطات الوقت الحاضر فعشان كده هما كل الترجمات عملت يعني جهد عظيم مش بنقلل من شأنه وإن كان لازم برضو شعب الله يفهم هي الحقيقة أصلها إيه وفي نفس الوقت ما ننخدعش وبقرارة أكتر من مرة ما ننخدعش من حد يجي يكلمنا ويقول لنا شوف أنت بتقولوا كذا وإسم الله كذا ويدحك علينا بعقات معقات خطاعة ويعرفين الحقيقة في هذا الموضوع يتمكن اسم الله إلهنا هليل وياه لربنا المجد الدائم من الآن إلى الأبد بالغرارة لربنا المجدد